بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين ورزقنا اللهم الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين قال العلامة جمال الدين الأشخار رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة قال والنص ما تأويله محتمل أو هو ما تأويله أن ينزل وعند أهل الفقه ما دلا على حكم فذا نص ولوم أول عرف رحمه الله تعالى النص والنص هو ما كانت دلالته دلالة قطعية لا تحتمل وجها آخر وذلك كأسماء العداد كقول الله سبحانه وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة لا يمكن أن تكون أحد عشر ولا تسعة هذا النص فليس له احتمال آخر له احتمال واحد ولذلك قال هنا والنص ما تأويله محتمل ما محتمل ما نافيه أي لم يحتمل تأويلا آخر أو لم يحتمل احتمالا آخر واضح؟ فما هذه نافية؟ والنص ما تأويله محتمل أي لم يحتمل تمام؟ نعم أو هو ما تأويله أن ينزل قوله أو هذا تعريف آخر ما تأويله أن ينزل ما هذه موصولة أي الذي تأويله أن ينزل بمعنى أن تأويله تنزله هذا هو النص ما معنى أن تأويله تنزله أي بمجرد أن ينزله الله سبحانه وتعالى يفهم معناه ويمتثل واضح هذا المقصود وهذا ما ذكره لك ناظم الورقات فقال والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزله فليعلم واضح فقال هنا والنص ما تأويله محتمل أو هو ما تأويله أن ينزل هذا تعريف النص عند الأصولين وأما عند الفقهاء فالنص له معنى آخر فقال هنا وعند أهل الفقه ما دل على حكم إذن النص عند الفقهاء هو ما دل على حكم كأن تقول مثلا نص القرآن الكريم على حل البيت فقال عز وجل وأحل الله البيت هذا يسمى نص نصت السنة النبوية مثلا على نقاسة الكلب فقال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الحديث هذا النص عند الفقهاء عندما يقولون النص يقصدون بالنص ما دل على الحكم أي دليل الحكم فقال هنا وعند أهل الفقه ما دل على حكم هذا هو النص فذا نص عند الفقهاء ولو مؤول أي ولو كان هذا النص مؤولا أي له احتمال آخر واضح إذن النص عند الفقهاء يطلق على الدليل أو ما دل على حكم ولو كان مؤولا وقوله ولو مؤولا مؤولا منصوب لأنه خبر كان المهدوف مع اسمها وهذا كثير بعد لو قد قال لك العلامة بن مالك في الأجزية ويحذفونها أي ويحذفون كان ويبقون الخبر وبعد أن ولو كثيرا ذا اشتهر تمام قال هنا بعد أن عرف النص قال وظاهر محتمل لأكثر من واحد في البعض كان أظهر وظاهر هذا تعريف الظاهر ما هو الظاهر؟ يقول لك الظاهر ما له أكثر من احتمال أي في معنى محتمل أكثر من معنى لكن أحد المعاني أظهر من غيره ولذيك قال وظاهر محتمل لأكثر من واحد في البعض كان أظهر ما معنى أظهر؟ أي أرجح أي هناك معنى أرجح فهذا المعنى الأرجح من بين المعاني الأخرى يسمى الظاهر وظاهر محتمل لأكثر من واحد في البعض كان أظهر تمام ولذيك يمكن أن نعرف الظاهر فنقول هو ما دل على معنى دلالة ظنية ومعنى ظنية أي راجحة تمام من بين عدة دلالة تمام قال وظاهر محتمل لأكثر من واحد في البعض كان أظهر وهو على الخفي مهما يحمل مؤول يقول لك إن الظاهر إذا خمل على المعنى الخفي الذي هو المرجوح فذلك يسمى المؤول واضح؟ فذلك يسمى المؤول مثاله قال النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم فليأكل وإن كان صائما فليصل أي فليصلي إيش معنى فليصل؟ هل المقصود الصلاة التي هي ذات رفوع وسقود؟ أو المقصود الدعاء فالآن عندنا كم معنى؟ معنى واحد أو أكثر؟ أكثر من واحد في لسان الشرع إطلاق الصلاة الظاهر منه ماذا؟ أنها ذات الركوع وسقود واضح؟ لأن هذه هي الحقيقة الشرعية وحمله على الدعاء هذه حقيقة لغوية صح؟ معنى مرجوح لكن هنا يحمل على المعنى المرجوح لا على الراجع صلف لقلينا واضح؟ إذن حمله على المعنى المرجوح هنا هذا يسمى مؤول إذن المؤول هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل أو لقلينة واضح؟ تدل على ذلك قال وهو على الخفي أي وهو أي واللفظ إذا حمل على معنى خفي تمام؟ قال وهو على الخفي مهما يحمل مؤول أي يسمى مؤول فالمؤول هو المصروف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح كأيدي ربنا العلي أيها يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الداريات والسماء بنيناها بأيدي فيقول إن الظاهرة تمام؟ أنه جمع يد أي الجارحة تمام؟ لكن الدليل العقلي كما يعني يقول الأشاعرة يقول الدليل العقلي يستحيل أن يصف الله سبحانه وتعالى بذلك فحمل على القدرة والسماء بنيناها بأيد أي أي القدرة نعم هذا تأويل تمام؟ أو هذا يسمى مؤول نعم بعد أن فرغ من تعريف النص والظاهر والمؤول شرع في الكلام على النسق فقال رحمه الله تعالى النسق رفع الحكم شرعيا على مختير بالخطاب حيث انفصل أو هو تبين انتهاء الأمد لذلك الحكم ولم يعتمد قال رحمه الله تعالى النسق النسق معناه في اللغة الإزالة أو النقل الإزالة أو النقل تقول مثلا أزالت الشمس الأثر ما معنى أعفوا نسخت الشمس الأثر ما معنى نسخت الشمس الأثر أزالته تقول نسخت الكتاب ما معنى نسخت الكتاب نقلته إذن النسخ في اللغة يطلق على الإزالة ويطلق على النقل كما قال لك ناظم الورقات النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما واضح؟ قال والنسخ رفع الحكم شرعيا أن هذا النسخ في اللغة أما النسخ في الإصطلاح فهو رفع حكم شرعي رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر متراخن عنه رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر متراخن عنه تكتب أو تسمى بعد ذلك إذن عندنا خطابان خطاب متقدم وخطاب متأخر فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ ولا بد أن يكون هذا المتأخر متراخي أي منفصل عن المتقدم فالناسخ منفصل عن المتقدم المنسوخ ولذلك قال لك الناظم هنا حيث انفصل وهذا فرق بين النسخ والتخصيص فالنسخ لا بد أن يكون الناسخ منفصلا لخلاف التخصيص فقد يكون متصلا نعم قال هنا النسخ رفع الحكم شرعيا على مختير بالخطاب حيث انفصل أو هو هذا تعريف آخر للنسخ تمام أو هو تبيين انتهاء الأمد لذلك الحكم ولم يعتمد يقول له إن النسخ له تعريف آخر وهو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي لكن هذا التعريف لم يعتمد لماذا لم يعتمد؟ ذكر لك السبب فقال رحمه الله إذ جاز للفعل إذ جاز للفعل وإن لم يمكن كأن أتى قبل دخول الزمن يقول لك إن التعريف الثاني هذا لم يعتمد لأنه يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه يجوز نسخ الفعل قبل التمكن منه مثاله انتبه معي قالوا إن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابق فاستعد إبراهيم للذبح وسلم الأمر إسماعيل عليه الصلاة والسلام واضح وعندما أراد أن يذبحه جاء الحكم من الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم قد صدقت الرؤية ثم قد وفديناه بذبح عظيم إذن هنا نسخ الحكم الذي هو الأمر بالذبح صح ورؤية الأنبياء وحي قال يا أبا تفعل ما تؤمر نسخ الحكم قبل الفعل أو بعد الفعل بعد الفعل أو قبل الفعل قبل الفعل نسخ الحكم قبل الفعل إذن بناء على هذا يجوز أن ينسخ الفعل قبل التمكن صح؟ طيب انتبه معي التعريف الثاني ماذا يقول لك للنسخ؟ ماذا يقول؟ بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي يعني ظاهر التعريف أن الحكم الشرعي كان له وقت وأمد وزمن ثم انتهى لكن في قصة إبراهيم الحكم الشرعي ما موجد أصلاً ما فعل أصلاً فهمنا؟ فلم يكن له أمد أصلاً حتى نقول إن النسخ هو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي واضح؟ إذن هذا التعريف لو أخذنا بظاهره مقتضاه أنه لا ينسخ الفعل قبل التمكن مقتضاه هذا والصحيح أنه يجوز أن ينسخ الفعل قبل التمكن كما ذكرت لك في قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال هنا إذ جاز للفعل إذ هذه للتعليلية واضح؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي لأنكم ظلمتم إذ جاز للفعل وإن لم يمكن إذ جاز ما فعله جاز النسخ تقدير الكلام إذ جاز النسخ للفعل وإن لم يمكن كيف يعني؟ ينسخ الفعل قبل أن يمكن قبل التمكن كيف؟ قال كأن أتى أي كأن أتى النسخ قبل دخول زمني زمني يعني قبل دخول زمني الفعل يعني أمر الله عز وقل بأمر وقبل أن يدخل الزمن ذلك الفعل نسخ واضح؟ قال إذ جاز للفعل وإن لم يمكنك أن أتى قبل دخولي زمني معين له أي معين للفعل واضح؟ معين للفعل قال إذ جاز للفعل وإن لم يمكن كأن أتى قبل دخولي زمني معين له على الصحيح يقول لك إن نسخ الفعل قبل التمكن جائز على الصحيح وقوله على الصحيح إشارة إلى وجود ماذا؟ إشارة إلى وجود خلاف لأن القول المقابل أنه لا يجوز أن ينسخ الفعل قبل قبل التمكن أو قبل التفيف نعم واضح؟ قال إذ جاز للفعل وإن لم يمكنك أن أتى قبل دخولي زمني معين له على الصحيح كقصة الخليل والذبيح جاب لك المثال جميل جميل ثم ذكر لك بارك الله فيك أقسام النسخ فالنسخ ينقسم إلى بدل وإلى غير بدل ينقسم إلى ماذا؟ إلى بدل وإلى غير بدل وهذا الذي نسخ إلى بدل قد يكون إلى بدل أشد أو إلى بدل مساوي أو إلى بدل أخف تمام؟ انظر ماذا قال وجاز دون بدل وإن منع الشافعي أن يكون ذا وقع هذا القسم الأول يقول وجاز ما فعله جاز النسخ وجاز النسخ دون بدل وإن منع الشافعي الشافعي يقول النسخ إلى غير بدل ممنوع ممنوع وقوعه ما وقع هذا ما فيه قال وجاز دون بدل وإن منع الشافعي أن يكون ذا وقع واضحة ولا طبعا إمام الشافعي رحمه الله تعالى نوقش في هذا وقال كثيرون إن هذا وقع ومثلوا له بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة فأمر الله سبحانه وتعالى من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قبل المناجه أن يتصدق ثم نسخ هذا نسخ هذا الوجوب وجوب الصدقة بقوله عز وجل أشفقتم أن تقدموا في الآية التي تليها وهذا النسخ حصل قبل التمكن أو قبل الفعل أصلا واضح إذن هنا نسخ نسخ وجوب نتبه معي نسخ وجوب الصدقة إلى غير بدل نسخ وجوب الصدقة إلى غير بدل أيوة هذا المثال ذكره من قال بجواز النسخ إلى غير بدل فقال وجاز دون بدل وإن منع الشافعي أن يكون ذا وقع قوله ذا إشارة إلى النسخ إلى غير بدل شافعي من العولة أيوة كما به فقد يكون مثله وذاك نسخ عفوا كما به فقد يكون مثله وذاك نسخ قبلة بقبلة ما كذا كما به إيش معنى كما به أي أخاف ذكر لك المساوي أولا فقال كما به فقد يكون مثله أي نسخ إلى بدل المساوي ما فثاله قال وذا أي النسخ إلى بدل المساوي كنسخ قبلة بقبلة كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم صارت القبلة إلى إلى الكعب إلى المسجد الحرام كما به فقد يكون مثله وذاك نسخ قبلة بقبلة وربما يكون منه أسهل هذا النوع الثاني من النسخ إلى بدل فقد يكون نسخ إلى بدل أخاف أسهل تمام قال وربما يكون منه أسهل أي قد يكون البدل الناسخ أسهل من المنسو ما مثاله قال كعدة بعدة كانت عدة المرأة إذا مات زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج كما في آية البقرة ثم نسخ إلى أربعة أشهر وعشرة فالناسخ أسهل من المنسو تمام قال وربما يكون منه أسهل كعدة بعدة وأثقل هذا النوع الثالث ما مثاله قال وأثقل أي النسخ إلى بدل أثقل كالنسخ للتخيير بين الفديتي والصوم بالصوم الذي في آيتي كان في بداية الأمر التخيير من شاء صام ومن شاء فدأ أطعم ثم نسخ هذا التخيير وأوجب الله الصيام فقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال رحمه الله تعالى وربما يكون منه أسهل كعدة بعدة وأثقل كالنسخ للتخيير بين الفديتي والصوم بالصوم الذي في آيتي وتارة ينسخ حكم معبق تلاوة يؤخذ مما سبق الآن سيذكر لك أخصى من النسخ باعتبار التلاوة والحكم باعتبار التلاوة والحكم فقال لك إن النسخ باعتبار التلاوة والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن تنسخ التلاوة والحكم وإما أن تنسخ التلاوة دون الحكم وإما أن ينسخ الحكم دون التلاوة فالأقسام ثلاثة فقال وتارة ينسخ حكم معبق تلاوة أي ينسخ الحكم وتبق التلاوة يؤخذ مما سبق يعني هذا أمثلته فيما سبق يعني مثال آية العدة متاعا إلى الحول غير إخراج واضح فالتلاوة باقية لكن الحكم منسوه مثاله التخيير تمام في آية البقرة نسخ الحكم لكن التلاوة موجودة واضح أو لا قال وتارة ينسخ حكم مع بقى تلاوة يوخذ مما سبق والعكس كالرجمي أحسن تنسخ التلاوة ويبقى قال كالرجمي فالرجم نسخت تلاوة آيته والشيخ والشيخة إذا زنيا فارقموهما البتة نكادا من الله نسخت التلاوة لكن الحكم باقي قال والعكس كالرجمي وَقَدْ يَأْتِي عَلَا كِلَيْهِمَا هذا القسم الثالث وَقَدْ يَأْتِي ما فاعله يأتي النسخ أي وَقَدْ يَأْتِي النسخ عَلَا كِلَيْهِمَا كِلَيْهِمَا ماذا وماذا أحسنت الحكم وَقَدْ يَأْتِي عَلَا كِلَيْهِمَا هَذِي من الألفاظ الملحقة بالمثنى الألفاظ الملحقة بالمثنى تمام تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وشررا صح وتلحق بالمثنى إذا أضيفت إلى ضمير أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فإنها تعرب بالحركات المقدرة قال لك ابن المالك رحمه الله تعالى في الألفية إشقى كلا وكلتا بالألف ارفع المثنى وكلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضاف وصلا كلتا كذاك ثنان وثنتان كابنين وابنتين تجريان وتخلف الياء في جميعها الألف نصبا وجرا تمام نصبا وجرا وتخلف الياء في جميعها الألف نصبا وجرا نسيت الباقي نسيتها نعم نحتاج رجع قال رحمه الله تعالى وَالْعَكْسُ كَالْرَجْمِي وَقَدْ يَاتِي عَلَى كِلَّيْهِ مَا كَكَانَ فِي مَا أُنْزِلَا أتى بالمثال أتى بالمثال ما هو المثال المثال كان في صحيح مسلم من حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن إذن كان في القرآن الكريم آية تقول عشر رضعات يثبت بهن التحريم ثم نسخ التلاوة تلك الآية ونسخ حكمها فصار الذي يثبت التحريم خمس آيات وصانت آية في القرآن أن التحريم بالرضع يثبت بخمس كانت آية في القرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان بعض الصحاب لا زال يظنها آية لأن نسخها تأخر يعني نسخت تلاوتها قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة قريبة ولم يبلغ النسخ لبعض الصحاب فكان يقرأ على أنها آية قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن وهي وهي مما تقرأ من القرآن أو كما قالت كما في الصحيح الإمامي مسلم قال وَتَارَةً يُنْسَخُ حُكْمٌ مَعْبَقَى تِلَاوَةٍ يُخَذُ مِمَّا سَبَقَ وَالْعَوَا وَالْعَكُسُ كَالْرَجْمِي وَقَدْ يَاتِي عَلَاكِ لَيْهِ مَا كَانَ فِي مَا أُنْزِنَا ثم قال رحمه الله وَجَازَ نَسْخُ خَبَرٍ مُسْتَقْبَلِي وَجَازَ نَسْخُ خَبَرٍ مُسْتَقْبَلِي تمام قيل وماضٍ وهو ليس بالجلي يقول هنا وَجَازَ نَسْخُ خَبَرٍ مُسْتَقْبَلِي الأصل أن النسخ يدخل الأحكام للأخبار هذا الأصل لكن النظم رحمه الله يقول إن الأخبار المستقبلية التي ستقع يجوز نسخها بقول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا بالنسبة للأخبار في المستقبل يجوز نسخها طيب والأخبار الماضية يعني مثال لو جاء لو جاءت آية تقول إن نوحا بقي في قومه ألف سنة ثم جاءت آية أخرى تقول إن نوحا بقي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما هل ممكن أن نسخ في الأخبار الماضية؟ لا في الأخبار الماضية لا واضح لماذا؟ لأنه يؤدي إلى إلى تصادم الكلام واضح هذه أشياء قد وقعت ليس أشياء قد تقع في المستقبل بل قد حصلت في الماضي والدك قال لك هنا وجاز نسخ خبر مستقبلي قيل وماضي قوله قيل إشارة إلى تضعيف القول تمام فأتى بصيغة التمريض قيل وماضي وهو ليس بالجلي أي والقول بأن النسخ للخبر الماضي ليس بالجلي ليس بالواضح تمام كأنه قول بعيف تمام لأن الماضي شيء قد وقع فلا يتطرق إليه احتمال النسخ فهمنا؟ بارك الله فيكم ثم قال وتنسخ السنة بالكتاب وهي كهو وجاز في الصواب أن ينسخ الآحاد أن ينسخ الآحاد ما تواتر ولو لقرآن ولكن ما جرى قال وتنسخ السنة بالكتاب يعني السنة منسخة أو ناسخة وتنسخ السنة بالكتاب السنة والكتاب السنة منسوقة والكتاب ناسخ ما مثاله؟ مثاله نسخ استقبال بيت المقدس بقوله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فهذه الآية من الكتاب نسخة السنة قال وتنسخ السنة بالكتاب وهي كهو ما معنى وهي كهو؟ أي وينسخ الكتاب بالسنة وينسخ الكتاب بالسنة فقوله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ حَدَكُمُ الْمَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقاً على المتقين هذه الآية نسخت بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث إذ الآية تدل على وجوب الوصية الوارث إذا ترك الإنسان مالا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ حَدَكُمْ مَوْتِ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أي مالا الوصية واضح؟ فنسخت الآية بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث قال وهي كهو إذن السنة تنسخ بالقرآن القرآن ينسخ بالسنة قال وجاز في الصواب أن ينسخ الآحاد ما تواتر يقول وجاز في الصواب قوله في الصواب إشارة إلى وجود خلاف هل الآحاد ينسخ المتواتر مع العلم أن المتواتر أقوى من الآحاد فهل الآحاد وهو أضعف من المتواتر ينسخ المتواتر حصل خلاف قال بعضهم لا وقال بعضهم يجوز يقول وهذا هو الصواب لماذا؟ لأن النظر ليس إلى الدلالة ليس إلى الثبوت وإنما إلى الدلالة لن ننظر هذا ثبت بطريق أحده ثبت بطريق متواتر بل ننظر إلى دلالة النص صوابهم كان أحدا أو متواترا قال وجاز في الصواب أن ينسخ الآحاد ما تواتر ولو لقرآن بل يقول يجوز أن الآحاد ينسخ ماذا؟ القرآن واضح؟ ليس فقط السنة المتواترة حتى سنة آحاد تنسخ القرآن وهذا في خلاف قوي ومثاله ما تقدم حديث لا وصية لوارث هذا حديث آحاد تمام؟ وقد قال جماعة من أهل العلم إنه نسخ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الآية قال ولو لقرآن ولكن ما جرى ما معنى ما جرى؟ ما معنى ما جرى؟ أي أنه من حيث الجواز جائز لكنه لم يقع لكنه لم يقع طيب نقول لهم حديث لا وصية لوارث أليس هو الناسخ للآية؟ فبعضهم قال حديث لا وصية لوارث ليس هو الناسخ الناسخ آية الميراث أو آيات الميراث في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر هي التي نسخت آية الوصية وبعضهم قال حديث لا وصية لوارث وإن كان عندنا الآن ليس متواترا لكن في الطبقات الأولى كان متواترا واضح؟ في الطبقات الأولى يعني في طبقة الصحابة مثلا متابعين كان متواترا والآن صح لسا متواترا ويمكن الحديث أن يكون في بداية الطبقات متواترا ثم يصير آحادا ممكن هذا واضح أو لا؟ قال وتنسخ السنة بالكتاب وهي كهو جاز في الصواب أن ينسخ الآحاد ما تواترا ولو لقرآن ولكن ما جرى ثم قال وامنعه للإجماع والقياس أي امنع جواز النسخ للإجماع امنع جواز النسخ للإجماع يعني الإجماع لا ينسخ واضح أو لا لماذا لا ينسخ الإجماع؟ ما الذي ينسخ؟ ما هو الناسخ؟ النص آياء أو حديث صح النص متى تكون؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته؟ في حياة الإجماع متى يكون؟ بعد موته الإجماع تعريفه اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي بعد عصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في عصر غير عصره هكذا صح أو لا إذن يقول لك إن الإجماع لا ينسخ الإجماع لا ينسخ واحد ثنين القياس لا ينسخ وامنعه للإجماع والقياس القياس لا ينسخ لماذا؟ لأن القياس مستند إلى نص وما دام النص هذا موجوداً فحكم القياس موجود فالقياس يدوم ما دام النص واضح أو لا؟ إذن الإجماع لا ينسخ والقياس لا ينسخ قال وامنعه للإجماع والقياس على خلاف شاع بين الناس في خلاف المسألة تمام؟ منهم من جوز منهم من منع منهم من فصل فقال يجوز في القياس الجلي الخفي دون الجلي يعني أقوال لكن هو يقول وامنعه للإجماع والقياس على خلاف شاع بين الناس ثم قال رحمه الله ونسخ فحوى مع بقاء الأصل كالعكس في الصحيح عند الجلي ونسخ فحوى هذا نتركه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم لأنه نحتاج إلى أمثلة حتى تبين حتى يبين معنى نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة